نوسي كحام الإبعاء الأولى في تونس مع إياد داماني صباح النور إياد صباح النور مين نحن بسي إياد لي بهي يومك سعيد ويوم سعيد المستمعين لكل وجمعة مباركة لإنسان يعطيك صح يا إياد إياد اليوم أموت سيناريست أي اليوم بتشوفوا إحنا الناس كلنا نعرفوا اللي فهمها أزمة ونس الكل تحكي على الأزمة وأزمة فيها الرؤسات الثلاث وفيها البرلمان وفيها أساسا أزمة الوزراء اللي لليوم بعد تقريبا أكثر منه سبوع ما أداوش اليمين وشنية السيناريوات المطروح اليوم بتشوفوا كل سيناريو شنية حسابات الربح والخسارة عند كل طرف السيناريو الأولين هو سيناريو المرور بقوة شنو معينتها المرور بقوة إنه سيشان مشيشي يقرر إنه ينصب وزراء من غير أداء اليمين اعتمادا على نظرية الإجراء المستحيل وقال لك البارح قريد تصريح معاش كان ريتو إياد واللي معتا مسؤول من المحكمة الإدارية نطق راسبين باسم المحكمة الإدارية قال المحكمة الإدارية تنجم تنظر رأي في الأشكال القادمة المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية تنظر في التبعات متاع القرار هذي مش في القرار في حد ذاته بمعنى وفهم ببرشة كلام يخرج إنه رئاسة الحكومة بعثت استشارة للمحكمة الإدارية باش تعرف هالوزراء هذوما إذا تم تنصيبهم من غير أداء اليمين القرارات اللي باش ياخذوها بصفتهم رؤساء الإدارات متاعهم هل إني قابلة للطعن قدام المحكمة الإدارية على أساس اللي هما ما عندهمش أهلية باش ياخذوا القرارات لأنهم ما أداوش اليمين ولا لا ما فهماش إلى حد الآن معلومة على الموقف متاع المحكمة الإدارية المرور بقوة ينجم يربح منه المشيشي نسبيا بمعنى أنه يفرض لوتوريتين بتاعه ومعنتها يعطي انطباع اللي هو لم يتنازل ولم يتراجع ولكن أيضا فيه جانب آخر متاع خسائر اللي هو ينجم يكون معنى أنتها يطول في الأزمة لأنه ينجم ويدخلوا الوزراء يخدموا ولكن ما انتهتش الأزمة علش ما انتهتش الأزمة لأنه رئيس الجمهورية عنده أوراق أخرى في يده رئيس الجمهورية معنى أنتها الدستور يسمح له باش يترقص مجالس الوزراء الكل وينجم يجي نهار رئيس الجمهورية أول مجلس وزراء يعطلو يجي يقول أنا باش نحضر يدونك باش يترقص وينجم في الجلسة يقول الوزراء اللي أدوش اليمين ما يدخلوش وندخلو وقتها في أزمة بأقوى والسيناريو هذية معنى أنتها الربح والخسارة فيه قراب لبعضهم أيهو المشيشي معنى هون مشيشي ماذا به يعملك لا هو المشيشي ماذا به إنه قيس عيد يكلموا ويقولوا أيوين ومجمعها يأديوا ما قالوا معنى بطريقة أو بأخرى بقاء إنه لليوم كان ينجم يأخذوا قرار مور بقوة من الجمعة اللي فات ولكن ما خذاش على خاطر فيه حسابات ربح وخسارة معقدة وينجم يربح منه حالا ولكن يخسر منه في الرأي العام ويخسر منه على مستوى بعيد بتواصل الأزمة هذه الفرضية الأولى الفرضية الثانية السيناريو الثاني هو المشيشي يتراجع هنا معنى تراجع على شنو شنو معنى تراجع نمشيه في سيناريو ما يسميه النقب ساميرديلو انه الوزراء هدونا يستعفوا انفسهم ويتعفوا يقولوا احنا العركة هذي منحبوش ندخلو فيها وطبعا وستمعني شبين ما عملوه هايشو مالتوى ما عملوه هايش خطر ان نتصور انه رئيس الحكومة رافضت السيناريو هذيها وما يعطيها خطر فيه خسائر على الأقل مباشرة بش يظهر انه عملية لا يذراع اللي يخسر فيها انت بلاست واحد منهم ايد بصراحة الله ليه حلق مومن في بلاست واحد منهم للي بصراحة والله بصراحة ايد شوف انت خدم سياسة ايد اكثر المؤمن ما عملت انت تحكي فيها بمنطق شخصي بمنطق واحد كان يخمم بمنطق شخصي ايه مشكلة كان نخمم بمنطق شخصي منقضش في الموقف هذيك ولكن السياسة عندها حسابات اخرى لانه السياسة مش انت وشعورك واحساسك ولكن لا 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 السياسة فيها حسابات ايبارة واحد معتها ما قلت لا 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 خطرهما عندهم اتفاق سياسي مع رئيس الحكومة معتها يا رئيس الحكومة عيطلك واخذاء وعمل العركة من اجلك ومن بعد تشبت به لا مش تشبت به اذا هو مش موافق اذا رئيس الحكومة يقول لك لا انا منش موافق انيش متنازل متنجمش تشبت به خير موقف شخصي انينا نحب ولا نحبش مدخل رئيس الحكومة فهم التزام سياسي فهم التزام سياسي اني تزام سياسي نهزها الحيط معالك لا لا طواني قاعد نفسر لك علاش رئيس معتها هما اليوم ما ينجموش ياخذوا الخطوة هذه الا بموافقة رئيس الحكومة وانا نتصور انه برشة منهم مشاولوا وقالوا له الكلام هذي وهو قال لهم لا نتصور مايش معلومة ولكن المقترح الثاني ولا السيناريو الثاني اللي هو تراجع انه معتها يتراجعوا ولكن المشي شي ينجم يخسر منه على مستوى مباشر حالا تتويت لانه في الرأي العام بيش يظهر اللي هو خاض معركة ويخسرها ولكن ايضا ينجم يربح منه انه يطوي ملف الازمة هذية ويتعدى وترجع الحكومة ويضغل فيه نجم يرقاه في السيناريو وهو يخرج يقول رام رام طالبوا انهم ما يخدموش مصلحة البلاد ولا مصلحة البلاد نغلبها على كل شام كانت بجانب الاخر انه معانتها الناس هذو ما بيش تقعد ملاسقى فيهم انه هذو ما تم رفضهم بدخولهم لحكومة خطرهم فيزدين ولا خطر اتسترا اللي هو معانتها ما هوش ثابت عليهم اليوم انه معانتها القضاء مطاش واصلا معانتها احنا ما نعرفوش شنية اصلا الملفات هذية اللي ما تروحها هذا السيناريو الثاني السيناريو الثالث هو انه قيسس عيد يتراجع وانه نحكي السيناريوات الممكن لكل طوح احنا حطيناهم ولي هو معانتها صعيب ياسر من رجحوش لانه في الحالة هذي رئيس الجمهورية قلت اللي حكيت عليهم زوزي نجم وسير واذا ما وحنا يلزم نطرحوه الموضوع ونقوله فرضيات امكانية كلها نتعادل مع باناما نربحوا انجليتيرا نتعادل مع باناما احنا هذية في وضعية انه نربحوا انجليتيرا ونربحوا بلجيكا ونربحوا باناما بلجيكا ونربحوا الثالثة عبارة بحناهم ثلاثة وهزينا كأس العالم هزينا كأس العالم دونك انه يتراجع هنا ما نتصورش الرئيس قيس سعيد رغم انه في بداية الاسبوع انه يمكن الرئيس ويلقاه نحنا فروتين اما هو ما فروتش اي 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 هو خرج في خطاب الزقفون الشهير وكان واضح في الموضوع قال لهم انسى يا حبيبي بالضبط لن از مخشرية اللي احكي عليها الرئيس البيجي كل عام دونك فهمه سيناريو رابع فهمه سيناريو رابع اما اليوم من الصعب انه نحكي عليه اللي هو مشكي وعود من جديد اي والله هذا معاها بصراح مشكي وعود من جديد سمعنا برشا كلام على انه فهمه امكانية انه يتم سحب الثقة انا شفت تصريح لمستشار اه مستشار لرشد وغنوشي لوكالة انباء المانية ما عطاش اسمه ولكن يقول انه من الاشياء المتداولة سحب الثقة من المشيشي وتكوين حكومة سياسية جديدة والله هذا في تقديري بشي يزيد هزل الازم بقاها شنو الحل الحل في مشكي وعود من جديد انه الحكومة هذه تستقيل ولا تسحب منها ثقة وينجم رأي وتسحب الثقة وتعتم ويتم تكليف المشيشي ويتم الجلوس مع قيسة سعيد بين اليوم شنو اليوم في الوضع البرلماني والسياسي راح سنة اليوم شوف الفرضية امكانية الاستقرار الوحيدة هي توافق بين النهضة وقيسة سعيد انا بش نمشي معك في هذي هذي الفرضية الاقرب بصراح بش نقول لك وقل لي انت معترا صحيحة معترا هشام مشيشي معترا عمل كل ما في وسعه لارضاء حلفاء السياسي ماذا معترا حقه السياسي لانه يعمل كيكا وطبيعي باركا مقراش حسب سيناريو واحد الي هو ينجم ينهي كاريره السياسي الي هو التحالف بين التوافق على الأقل بين النهضة وقيسة بين رشد الغنوشي وقيسة ولهذا كنا قبل ولكن المشيشي ينجم يكون جزء من التوافق لا لا توا امبوسيبل لا لا فهمه مع قيس سعيد معترا وراك اللي فكيقول واضح هو في الحكاية ذا واضح جدا معترا المشيشي كان الأداة اللي ضربوا بها معترا قيس سعيد سياسيا معترا مش قولوا لي المسائل العقد من هكا اي خانكمالك مش كامالك الفرغية كنا قبل انه مستحيل انه كان البيجي قاية سيبسي اللي راح مو يتوافق معنا خطان متوازيين باي التقيين واذا التقي فلا حوله ولا فوت الله بالله دونك ينجم يلقوا حل مبيناتهم ويكون في طيات الحل بايان وشخصية يخترحوها بالتوافق مبيناتهم الزوز مقابل سحب الثقة من هشام المشيشي من مجلس النواب يطلب رئيس الجمهورية تصويت على الثقة لهشام المشيشي نواب النهضة وتحبوا يقعدوا اقتلاف الكرامة وقلب تونس وقدموا غير كفين لا ما تخافش لأخرين يصحبوا الثقة من هشام المشيشي هكا ينهي هشام المشيشي كارييره السياسية لا 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 هنا هذين نهضم تنجمش تمشي فيها نقول لك عليش لأنه لا نهضم تنجمش تمشي في هذين لأنه في السيناريو هذين ترجع الكرة عند رئيس الجمهورية اللي هو عين شخصية جديدة هذين الجانب الأول الجانب الثاني من الاتفاق أنه هذين كله ما يصير كان ما يتفقوا على شخصية مبينات بعضهم المشكلة فيه أنه الأطراف تحترم تعهدات لا هنا النهضة شنو اللي يضمن لها سنو سنو يعرفوا مليح اللي قاية سعيد يقول حاجة مهي أو الخائدة هما الحل اللي يمشي فيه يقول له إذا تفاهموا على شخص المشيشي وإلا غيره يسحبوا الثقة خادر مكتعرف إجراء سحب الثقة في البرلمان كيفاش أنه يحطوا مطلب سحب الثقة ويحطوا اسم الشخص اللي بش يعوض المشيشي تغترحم رئيس الجمهور لا الأغلبية البرلمانية اللي يتقرر هي ديك هي العركة كلها يخيش نين من اللي نشوفه فيها يشكون اللي بش يعاية رئيس لحكم طلع يلقى حل غنوش يوقعي السعيد فإنه اللي بقية بش القارويحهم في الورجو شوف أنا ما نتوقعش أنه حركة النهضة تتخلى عن المشيشي لأنه وقتها نهائيا ما عادش يتعامل معها حتى حد لا حتى وقع شو كان مصيرهم لا لا ما كانتش هي اللي ذبحتهم سلوكهم السياسي وإداهم لتعاملت معهم وكل هذه عملية ذبح إذا اليوم مع أنتها بالشيء الراجل مع أنتها يتخلى عليه بالطريقة هذه كل شيء طعف طعف تعدى 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 ما فماش حتى واحد تخلى عليه بالطريقة الدموية هذي لا مش دموية دموية في السياسة فهم جملة فهم جملة بعد شهيرة تتقال ياد هيري تفض كل شي تعرف أنا هيا ظهر لي عادتي تعرف أكثر بالني بالله تراقوا لي خاقوا لك هيا ولا السياسة مصالح لا لا أحنا غلبنا مصلحة تونس هذي كالجملة السحرية أحنا غلبنا مصلحة الوطن قدام مصلحنا الضيقة أذك علي شارينا من الأفضل أن نلقاه حل توافقي مع رئيس الجمهورية وتم الاتفاق معاه على ما يلي تاكا تاك تاكا 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 تاك لي تجاوز هذه الأزمة بما يلي هو لمصلحة المواطن الكريم أمين خلاسة الكلمة خلاسة الكلمة يتعرف بلك لي ثلاثة شهر نحكيه اللي هنا يصير أخويا مش نعملوا باللورة لحطوها قداش عنا من اللي فرضي اللي يحكيوا فاهم البارح معتها اللي خرج تجد دقائق ما قداش عنا من اللي قلنا رحنا شهرين تقريبا باهي أخويا الخلاصة هو أنه كل السيناريوهات ما فيها حتى واحد يربح بالكو الأقرب إلى الواقع يتحسب رايك اليوم الأقرب إلى الواقع هو السيناريو الرابع اللي مزل ما حكيني شوين اللي هو اللي هو عاود مشكم جديد هذا معتها الحل هي ذي هو اللي كنا حكو فيتا مما تفاصيله أعقد من هكه يمكن مرة أخرى نرجعوله وخلافة اللي كنتي أنا لا أستبعد أنه هشام الشيشي يكون جزء من السيناريو هذي بل بالعكس نتصور أنه شرط من شروط نجاح السيناريو هذي هو هشام الشيشي علش السيناريو هذي هو الأرجح لأنه حتى حد ما يربح حتى حد ما يخسر أنه توافق نس كل تحفظ الوجه الخلاصة أنا المعازلات معقدة كي نعرفه شخصية رئيسة الجمهورية نأكد لك يا إياد أنه في أحساسه تعرضة إلى الغدر من طرف هشام مشيش وفيها بالتالي مستحيل كان مازال يغزر له نفس الغزرة مستحيل يميزمه يخرج من المأزق كذي متاع البلد هو رئيس يقول لك مسؤولية نحمي الدستور أول حاجة عمل أول إنجازة عمله دار علي لا لا إيه ما هوش مخرج للدستور لا لا الاختلاف إنه اختلفه ما هوش خرق للدستور خليني مش نختب خطر بزي الموضوع آخر المهم اللي هو المثلة كل السيناريوهات ما فيهاش يشكون يربح بالكو كلها ربح بالنقاط ومقابل الربح فمخسارة من جهة أخرى تصير هذك عليش الأزمة معقدة ومعادلة تحلها معقدة تصور أنت في الويكيند بش خمم بش تحللنا المعادلة هذي هذك عليش بش نعطيك تمرين ما هوش بعيد ياسر على الشكشوكة متاع المعادلة هذية أنا جبت لك ستير وخويا طبعني هو تمرين حسابي ولكن بما أنك كنت نعرف باكلتر أيا ما نحسب باكلتر جبت لك أبو نواس أبو نواس يقول جنان قسمت قلبي فماء فيه من باقي لهذه الثلثاني من قلبي وثلثة ثلثه الباقي ثلثة ثلثة وأنسيزين ثلثة وثلثة ثلثة ما يبقى وثلثة الثلثة للساقي فتبقى أسهم ست تجزأ بين عشاقي أو عندك ويكانت كامل تحل هذية نتصور تنجم تحل الأزمة متع تقسيم الصلاحيات بين الرؤساء مقبول أنا نفضل نزقفون أنا نفضل نزقفون على الكريم خل فيه يعطيك صح